بسم الله الرحمن الرحيم رحبكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي رح نكمل اليوم نشرح مادة اللغة بالفصل السيمانتك فصل السيمانتك هذا هو فصل السيمانتك طبعا وفقا للطبعة وفقا للطبعة الرابعة نشرح حاليا فإذا أنت هو تقريبا نفسي بس هناك اختلافات بسيطة المهمة إحنا عدنا طبعة الرابعة الميننك هنا الميننك هو المعنى اللي احنا راح نتحدث عنه اللي هو بجانب السيمانتك اللي احنا خذناها وقلنا شو ما معنا السيمانتك بالمحاضرة السابقة القصد هنا أنه احنا بهذه راح نبدي ندرس أشياء أكثر من الميننك والمعنى الحرفي وإلى آخره راح ندي نخوض بالتفاصيل أكثر وأكثر وهنا عدنا تعرفين مهمين جدين لازم تعرف معناهم لازم تعرف معناهم عدنا المعنى المفاهيمي وعدنا المعنى الترابطي معنى الترابطي المعنى 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 المفاهيمي بالمعنى المعنى المعنى المركوم Right هنا معنى معنى واعنى buffs الحرفي ممتخ versão لكنه لتأرك منه widely هذا كانت بس lavorazione على طاحت المالك ساعت معنى المعنى 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 المفاهيمي اللي ببالك انت زين يعني هس راح نجى على الاساسياتف ميننج وهنا هو المعنى the type of meaning that people might connect with the use of word that is not part of the conceptual meaning المعنى الترابطي معناه المعنى اللي مرتبط المعنى المرتبط بالكلمة واللي ما علاقة بالconceptual يعني انا هس مثلا اجي على كلمة needle كلمة needle معناه ابرة من واحد يجب باله كلمة needle يجب باله الم painful او من واحد يقول fire يجب باله الحرارة الاحتراق الى اخره فهذا هو المعنى الترابطي المعنى المرتبط بالكلمة حسب موقف معين اما المعنى المفاهيم فهو المعنى الاصلي بدون هذه الاضافات فهذا هو تعريفين ذني كلش كلش مهمات فيشوف هو انا قايل لك with pain شوف بالالم blood دم زين عيني فهذا هو المقصود يعني بالمعنى الترابطي والمعنى المفاهيمي هذا بالنسبة للمينيك وهذا تعريفين كلش مهمات نحاول نحفظ المحاضرة الجاية نكمل ان شاء الله الدرس الجاية ناخذ السيمانتك فيشورس جس bess تعريفين اللحن شكرا